يحتاج بعض أصحاب القنوات الكبيرة إلى شخص ليرد على التعليقات أو مثلاً لشخص يقوم بعمل ترجمة لفيديوهات القناة أو تحتاج بعض القنوات إلى شخص يقوم بعمل منتاج لفيديوهاتهم إما بأن يكون صاحب القناة مثلاً بحاجة إلى شخص محترف في منتاج الفيديوهات أو مثلاً عدم وجود وقت فارغ لمنتاج فيديوهات القناة فهنا يرسل صاحب القناة الفيديو إلى الشخص لمنتاجه وبعد أن ينتهي من المنتاج حتى لا يرسل الفيديو مرة أخرى لصاحب القناة وبعدها صاحب القناة يحمل الفيديو وبعدها يتم رفع الفيديو على القناة فتحتاج هذه العملية إلى وقت طويل وبالأخص إذا كان حجب الفيديو كبير فيتم اختصار هذه العملية بمنح هذا الشخص إذن للوصول إلى القناة وبعد أن ينتهي من منتاج الفيديو يرفع الفيديو مباشرة على القناة دون الحاجة إلى إرساله لصاحب القناة لأنه يوجد ميزة في اليوتيوب تسمى الأزونات يعني يمكنك أن تضيف شخص لديك في القناة ليتحكم في القناة وإدارتها دون أن تعطيه حسابك وكلمة المرور يوجد صلاحيات محددة يمكنك أن تم نحوه لهذا الشخص مثلا إذا كنت تريد شخص معين أن يترجم فيديوهاتك تعطيه صلاحية فقط ليترجم الفيديوهات ولا يمكنه الوصول إلى أي جزء آخر من القناة أو حزف أي فيديو أو يطلع على أي قسم آخر في القناة سنتكلم في هذا الفيديو عن جميع الصلاحيات وكيف تضيف مدير أو آدمين للقناة ومن الهاتف فقط وسنتحدث عن المشكلة التي يواجهها مستخدمين الهاتف عند إضافة آدمين للقناة لكن ملاحظة جانبية قبل أن نبدأ إذا قمت بإضافة شخص كآدمين للقناة وتم اختراق أو تهكير جهاز هذا الشخص إن كان جوال أو جهاز كمبيوتر يمكن للهاكر أن يصل إلى قناتك ويخترقها بمجرد اخترق جهاز آدمين القناة فإذا كنت ستضيف مدير أو آدمين لقناتك يجب أن تكون واثق منه ويكون منتبه ومتيقص على هذه الأشياء قبل الوقوع في الخطأ الآن كيف نضيف مدير للقناة ننتقل إلى استوديو يوتيوب وننتقل إلى الإعدادات وننتقل إلى الإزونات نضغط هنا على دعوة نكتب حساب الجيميل الذي تريد أن تضيفه كمدير للقناة نضغط على إزن الوصول هنا الصلاحيات التي يمكنك أن تمنحها للشخص للوصول إلى قناتك يعني أنت الأدمين عندما تضيفه للقناة ماذا تريد أن يكون دوره في القناة سنتحدث عن كل واحدة منها بشكل تفصيلي أولا المدير يقول لنا يمكن للمدير الاطلاع على كل البيانات وإدارة الإزونات وبدأ بس مباشر وإنشاء المحتوى وتعديله وحسبه يعني أنت إذا أضفت مدير للقناة يمكنه أن يطلع على جميع تفاصيل القناة والإحصائيات والأرباح ويمكنه عمل بس مباشر في القناة ورفع فيديوهات على القناة وحزف فيديوهات وأيضا يمكنه الرد على التعليقات والتفاعل معها أو حزف أي تعليق ويقول لنا مدير القناة يمكنه إدارة الإزونات بمعنى لنفترض أنت أضفت شخص مدير للقناة وأضفت شخص آخر مثلا محرر ترجمة يمكن لشخص الذي أضفته كمدير أن يزيل محرر الترجمة من القناة لأنه لديه صلاحيات لإدارة الإزونات باختصار المدير يمكنه عمل أي شيء في القناة لكن لا يمكنه حزف القناة أما أداة التعديل يمكن للمحرر الاطلاع على كل البيانات وبدء بس مباشر وإنشاء المحتوى وتعديله ولكن لا يمكنه إدارة الإزونات وحزف المحتوى يعني أداة التعديل له صلاحيات كصلاحيات المدير يطلع على الإحصائيات والأرباح والمشاهدات والفيديوهات والتعليقات لكن لا يمكنه إزالة أي أحد من القناة لأنه ليس لديه صلاحيات في الدخول إلى إزونات القناة محرر محدود يقول لنا لديه إزونات المحرر نفسها لكن لا يمكنه الاطلاع على بيانات الأرباح يعني جميع الصلاحيات التي تتكلمنا عنها في إداة التعديل يمكن للمحرر المحدود أن يحصل عليها لكن الفرق فقط لا يمكنه الاطلاع على الأرباح فإذا كنت تريد شخص أن يدي القناتك ولا تريده أن يعرف أو يطلع على الأرباح يمكنك أن تضيفه محرر محدود أما محرر الترجمة يمكنه إضافة ترجمات وتعديلها وإزالتها ولا يمكنه الاطلاع على أي عنصر آخر يعني محرر الترجمة يكون مجاله محدود ضمن أداة الترجمة فقط ولا يمكنه الاطلاع على أي جزء آخر من القناة ولا حتى الفيديوهات ولا الأحصائيات ولا التعليقات أو أي جزء آخر في القناة مجاله فقط مقيد ضمن الترجمة المشاهد يمكن للمشاهد الاطلاع على كل البيانات ولكن لا يمكنه إنشاء أي محتوى أو تعديله أو حزفه يعني المشاهد يمكنه أن يطلع على كل شيء في القناة من الإحصائيات إلى الأرباح إلى التعليقات والفيديوهات ولكن لا يستطيع عمل أي شيء في القناة أو حزف أي شيء منها هذا الخيار مثلا إذا كنت تريد من شخص أن يطلع على قناتك ويطلع على نقاط الضعف ونقاط القوة وينصحك بعمل بعض التعديلات على القناة يمكنك أن تضيفه كمشاهد ليطلع على جميع أمور القناة أما مشاهد محدود لديه أزونات المشاهد نفسها ولكن لا يمكنه الاطلاع على بيانات الأرباح هذا الخيار واضح تماما يستطيع المشاهد المحدود الاطلاع على كافة أمور القناة ولكن لا يمكنه الاطلاع على الأرباح هذه هي الميزات والصلاحيات التي يمكنك أن تمنحها للشخص التي تريدها أن يدخل إلى قناتك تختار الأزونات أو الصلاحيات التي تريدها والتي تتناسب معك نختار مثلا محرر ترجمة نضغط على تم ونضغط على حفظ هنا طلب مننا إثبات الهوية تكلمنا في بداية الفيديو أنه يوجد مشكلة يواجهها المستخدمين الهاتف هنا هي المشكلة نضغط على متابعة نكتب كلمة المرور يطلب مننا رمز الأمان الذي لا يعرف كيف نحصل على رمز الأمان سأترك لكم فيديو فيه الوصف عن كيفية الحصول على رمز الأمان نكتب رمز الأمان ونضغط على التالي هنا هي المشكلة عندما نضغط على التالي تظهر لنا صفحة تتم المعالجة يرجى الانتظار وتبقى تنتظر ساعات وأيام وشهور ولا يحصل أي شيء وتبقى الرسالة ظاهرة وتكلمنا سابقا عن سبب هذه المشكلة وسببها متصفح كروم على الهاتف إن كنت تستخدم متصفح كروم على الكمبيوتر لا تظهر لك هذه الصفحة وإنما تظهر فقط لمستخدمين الهاتف لكن ما هو الحل؟ الحل إن كنت تستخدم الهاتف أن تقوم بتنزيل متصفح فيرفوكس وأنا أعمل حاليا على هذا المتصفح تقوم بتنزيل متصفح فيرفوكس وتسجل الدخول بحساب القناة وتفتح استوديو يوتيوب من متصفح فيرفوكس وتكمل معنا الخطوات الآن بعد نسبة الهوية في استوديو يوتيوب نكون قد أرسلنا دعوة إلى الحساب الذي قمنا بكتابته تصل الدعوة إلى حساب الجيميل ننتقل إلى الجيميل نفتح الرسالة التي وصلت يقول لنا تمت دعواتك للوصول إلى القناة ويكتب لك اسم القناة التي أرسلت لك دعوة الآن لقبول الدعوة إذا قمت بالضغط على قبول الدعوة وكنت تستخدم الهاتف سيتم تحويلك إلى تطبيق استوديو يوتيوب لذلك نضغط ضغط مطولة على قبول الدعوة ونختار نسخ عنوان الURL وننتقل إلى متصفح فيرفوكس ونقوم بلسق الرابط الآن يقول لنا اكتملت عملية الإعدادات دورك محرر ترتمة لكن تم فتح القناة الأساسية للانتقال إلى الحساب الذي قمنا بإضافته كمحرر ترجمة نضغط على علامة القناة نختار تبديل الحساب لاحظ يكون مكتوب اسم القناة وأسفل الاسم محرر ترجمة نضغط عليها تم الدخول إلى القناة بدور محرر ترجمة ونلاحظ لا يمكننا الدخول إلى أي قسم آخر في القناة يكون المجال محدود فقط ضمن قسم الترجمة إذا ضغطنا على أي قسم آخر يقول لنا ليس لديك إذن بالوصول إلى هذا القسم الآن يمكننا ترجمة أي فيديو في القناة وحتى لو كان غير مترجم ولا يحتوي على أي ترجمة بمعنى أن محرر الترجمة ليس لديه صلاحيات فقط بالتعديل على الترجمة يعني صاحب القناة يقوم بإضافة ملف الترجمة ويكون دور محرر الترجمة فقط التعديل على الترجمة وتحويلها إلى اللغات الأخرى لا طبعاً المحرر يستطيع ترجمة الفيديو من البداية حتى النهاية ولديه صلاحيات بكافة أمور الترجمة أما الآن إذا أردنا أن نزيل الشخص أو الحساب من القناة يعني نريد إزالة محرر الترجمة من القناة ننتقل إلى استوديو يوتيوب ننتقل إلى الإعدادات وننتقل إلى الإزونات ونضغط على محرر الترجمة ونختار إزالة من إمكانية الوصول ونضغط على حفظ يطلب منا إثبات الهوية نضغط على متابعة وبما أنه أثبتنا الهوية قبل قليل لن يطلب منا أي كلمة مرور أو أي رمز أمان وإذا دخلنا إلى الإعدادات وإلى الإزونات تم حزف الحساب من القناة وبمجرد إن تم حزف الحساب من القناة لا يمكنه الوصول إلى القناة أبدا فأنت لا تعطي الصلاحية للوصول إلى قناتك إلا لشخص تسق به شقة عمياء لأنه باختصار إذا دفت شخص مثلا كمدير أو محرر للقناة يمكنه حزف فيديوهات أو يتلاعب القناة ويدرك بأي وقت والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة بالتوفيق للجميع شكرا على المشاهدة